قال قائد قوات القيادة الوسطى الامريكية الجنرال مايكل كوريل أنه تم وضع القوات الامريكية في سوريا والعراق في حالة تأهب تحسبا لهجمات متزايدة ضدها وذكر القائد القوات في العراق وسوريا تراقب الوضع عن كثب وأن لديها مجموعة كاملة من القدرات للتخفيف من التهديدات في جميع انحاء المنطقة وثقة كاملة في حماية قواتنا وشركائنا في التحالف من الهجمات جاء هذا التأهب بعد أن شنت القوات الامريكية حجمات صاروخية ضد موقعين في سوريا فدمرت سيارات ومعدات كانت تستخدم لإطلاق بعض الصواريخ بعد استهداف محيط موقع البعثة في شمال شرق سوريا